أنا عارف حياتي كلها محيوسة بس هذا السبب بس ما دليش يسوي يا ربي أنا غرقت في بحور كذا من الضلال شعرت أن الإمام يقرأ لي أنا فقط ما في أحد جنبي الآية لي لي أنا بس فقط يا هلو سهلوا أسعد الله وقاتكم هذا بودكاست قمم اليوم ضيفنا إبراهيم بن محمد يعني إبراهيم بن محمد غني عن التعريف حياك الله إبراهيم الله يعافيك كيف الحال أبشرك يا أحيب خلنا نتفرش معاك في المحاور على طول يعني هات أبغاك تكلمني عن أثر القرآن في النجاح نجاح الشخص الله هذا السؤال كيف السؤال؟ هذا السؤال أنا عندك الجواب هذا السؤال أنا أنتظر شف يا وسامة أثر القرآن في حياة الإنسان هو النقطة اللي أنا أتمنى أوصلها لقلب كل شخص يلا هذه فرصة ومن خلالها تقدر توصلها بكل إليحية القرآن يجعلك عظيم في عين نفسك ويجعلك تنكسر لإنسانيتك القرآن كتاب عزيز أنزل الله سبحانه وتعالى على فترات وهذا يدل على عظمة وثق المكانة ويدل أيضا على عدم استشعارنا لهذه العظمة القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم غير من النبي صلى الله عليه وسلم أشياء عظيمة جدا وغير في الصحابة اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كنا نعتقد أنها لا تتغير ولو سمعنا عن قصص الصحابة بدون هذا القرآن أو اعتقدنا أن القرآن لن ينزل يعني مثلا شفنا قصص الصحابة وهم في أيام الجاهلية وما اعتقدنا أن القرآن بينزل هل اعتقدت أن عمر بن الخطاب الرجل الجبار اللي يضرب في قومه ولا ولا يرحم ما اعتقدت أنها بيكون واحد من أعظم خلفاء الإسلام من أعظم رجال التاريخ إيش السبب؟ السبب هداية الله سبحانه وتعالى ثم القرآن القرآن يغير كل شيء حتى الصخور يؤثر عليه لذلك ماذا عن قلب الإنسان؟ شيء بسيط جدا يمكن أن يؤثر عليه وبلا شك وبلا أدنى شك الله سبحانه وتعالى ابتدأ القرآن بسورة الفاتحة أعظم معاني القرآن وقال فيها كثير من السلف والعلماء أن سورة الفاتحة فيها اختصار القرآن كاملا جميع ما وجد في القرآن فيه في سورة الفاتحة وجد اختصار ثم بدأت سورة البقرة ألف لهم ذلك الكتاب لا ريب فيه أعظم وأوثق مقدمة تجدها في كتاب في التاريخ تؤكد ما قبلها تؤكد ما قبلها وتؤكد ما بعدها حتى نهاية المصحف تجد رسالة خلف رسالة خلف رسالة كلها تهديك سبل السلام وكأن الله سبحانه وتعالى يخبر الإنسان أنه أرحم به من نفسه ويذكره أنه خلقه من أجل مصلحته لكي يصل إلى بر الأمان خارطة الطريق أو البوصلة اللي يحتاجها الإنسان هذا هي القرآن مدى تعمق الإنسان في هذا الكتاب هو نجاحة في حيث الحياة كل ما تعمق كل ما زاد نجاحة كل ما تعمق كل ما زاد نجاحة وتوفيقه وبلا أدنى شك ونأقولها وبالفلم المليئ كل ما زاد إهمالة لهذا الكتاب كل ما زاد تشدده قد يوفق في بعض الأمور يجد أنه وصل لكن صدقني ما جرب الشعور الآخر بيكون توفيقه مضاعف أتبال لما يكون ارتباطه بالقرآن أنا بحكي للقصة أي عطني حصلت معي أنا شخصيا القصة هذه قبل سنين يعني كل إنسان في هذه الدنيا يمر في فترات فتور كذا في يبتعد عن الله سبحانه وتعالى ابتعاد عظيم وأحيانا مع الابتعاد هذا ينسى أنه ابتعد عن الله سبحانه وتعالى فيظن أن الدنيا في هذا الاتجاه خلاص يقصر في جنب الله ويبحر في هذا التقصير ولا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى تجد أنه يؤخر صلاة وقد يترك صلاة يقصر في جوانب كثيرة جدا ولا يلقي لها باله أنا مرت في هذه المرحلة لفترة جدا طويلة أبدا من قصيرة أنا كنت أعتبر أن أنا غرقت في بحور كده من الضلال الناس ممكن يشوفون فيني يتوسمون فيني شيء ولكن أنا أعرف نفسي أنا مقصر في جوانب أنا زعلان على نفسي فيها ولا أرجع إلى الله سبحانه وتعالى عقلي مغلق عن التفكير قلبي مغلق عن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى غارق في بحور البعد عن الله سبحانه وتعالى ومستمر لمدة طويلة جدا حتى تكركبت عليه الحياة كم كانت هذه المدة؟ تقريبا سنتين فترة فترة طويلة أنا أعتبرها طويلة جدا تكركبت عليه الحياة الحياة قلت أن حاس وأنا مو حاس حتى وصلت لمرحلة اكتشفت أن حياتي محيوسة وفي أشياء كثير ما وجدت لها حل بس أنا ما ربطت الموضوع بابتعادي عن الله سبحانه وتعالى تقصير فيه جنب الله سبحانه وتعالى حتى سألت نفسي سؤال برهم كيف حياتك؟ والله حياتي محيوسة شب الكركب هذه كلها ما وجدت لها حل فتحت ملف الدين عندي ملف وهمي وجدت فيه كل الخطوط سوداء جدا كلها خطوط تقصير في حق الله سبحانه وتعالى كلها مجاغمة بالماصية كلها وكأني لا أجد لله سبحانه وتعالى محق في هذه الدنيا فتحت هذا الملف ثم أغلقته واكتشفت كركبة الحياة اللي موجودة عندي مصدرها هذا الملف بدأت بجتهات شخصي وحاول أن أحل هذه المشاكل أنا عرفت المصدر خلليني ابتعاد عن الله سبحانه وتعالى تقصير في جواد مرة كثيرة يلا ابراهي أبدأ حلة حاولت والله حاولت مرة مرتين ثلاث أرب خمس ما قدرت لو سوا ما قدرت حاولت مرة كثيرة إذا حافظت على صلاة أضيع اللي بعدها إذا انتظمت يوم أضيع سبوع هيك كده بدايات صعبة أنا عارف أني عندي مشكلة وعارف فيما كان المشكلة بالضبط بس مو قادر حلة والله مو قادر إلى ما الله لهمني سبحانه الدعاء كده جاء في بالي فكرة ليش ما تدعي فإن أنك تمادعي والدعاء لب العبادة بل الدعاء هو العبادة بدأت أدعى الله سبحانه وتعالى بلهجة عامية جدا ما فيها من الترتيب أي شيء أخرج اللي في صدري من ضيق ومن هم عرفت البكية اللي هي نتيجة هذه اللي كانت عندي يا الله ولا أجد لها حل ما أعرف ما أعرف شو أسوي أنا أعرف حياتي كلها محيوسة هذا السبب بس ما أدري شو أسوي يا ربي بدأت أدعي يا رب أنت تعلم حالي وترى مكاني وتعلم بضاعفي وقلة حيلتي يا رب ساعدني يا رب أنا أعرف المشاكل في حياتي هذه كلها بسبب تقصيري في حقك يا رب أنا أدري لكن يا رب أنا ما أدري شو أسوي يا رب أنا أضعف من أني أتصرف في نفسي يا رب أصلح لشأني كلها كنت أدعي بين عذان اللي قام هذه الدعوة فقط ألحيت لمدة طويلة أدعي لمدة طويلة بهذه الدعوة فقط ما دعوت برزق ولا دعوت بتوفيق فقط هذه لأني أعرف أن هذه جانب التقصير لعندي اللي فيه صلاح بعد صلاح أمور مرة كثيرة استهدفت أوقات بين أذان اللي قامة آخر الليل إذا يوم من الأيام قدرت أصلي لوتر في الشهر مرة دعيت فيه قبل لا أنام كده وأنا عن مخدأتي يا رب أنت تعلم حالي وترى مكاني وفي واحد من الرمضانات صليت فجر في مسجد أنا أحبة جدا أقامت الصلاة طبعا رحت بين الأذان اللي قام وقعت أدعي نفس الدعوة وان خلاص يعني فيني متى يجي الفرج ما أدري دخل الإمام كبر صات الفجر وبدأ يقرأ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسي يا الله لا تقنطوا من رحمة الله جات على الجرح حرفين جات على الجرح أول مرة أعرف معنى كلمة جات على الجرح إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم عرفت شعور لما أحس إلا أنا في المسجد شعرت أن الإمام يقرأ لي أنا فقط ما في أحد جنبي الآية لي لي أنا بس فقط وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له استمر الشيخ في القراءة وأنا أجد كل آية فيها إبراهيم وهذه رسالة من الله سبحانه وتعالى وأنا متأكد أنها رسالة من الله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء له مقاليد السماوات والأرض والآية لكبلها وينجي الله الذين اتقوا بمفازتي لا يمسهم السوء وأنا في عز مرحلة السوء الله يقول لا يمسهم السوء أنت عندك مشكلة والآن جاك الحل جاني حل لنحدي ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء له مقاليد السماوات والأرض نهاية الصفحة وما قدر الله حق قدري ما أصف لك كمية الشعور اللي كان موجود في جسدي كامل ما أقول لك في قلبي في جسدي كامل في هذه اللحظات عجيب جدا وكأن الروح تبث من جديد في جسدي شعور غريب انتهت الصلاة تمنت أنه ما انتهت جلست مكاني أحاول أستوعب المرحلة اللي أنا كنت فيها وليش أنا غرقت هذه المدة الطويلة جدا وليش الله سبحانه وتعالى تركني لهذه المدة الله سبحانه وتعالى غيور الله سبحانه وتعالى إن أعرضت عنه يغرأيك يتركك لنفسك لتدبير شؤونك بنفسك وهذه غاية الإرهاق والتعب الواحد ما يستطيع ما يستطيع غاية الاطمئنان أن تطمئن بوجود الله سبحانه وتعالى بجانبك أن يكون هناك قوة عليا فوقك تدبر أمورك تصلح شأنك من أنت بهذه الدنيا بعدها خرجت من المسجد أكلم في رمضان قلب آخر شعور آخر رجعت البيت حرفياً كل شيء أشوفه بمظهر آخر باب البيت أشوفه بشكل آخر أنا بعض التفاصيل في هذه المشاعر لا توصف ممكن ما أقدر أوصلها من قلبي لقلب أي شخص لكن حرفياً كان هذا الشيء نسمة الهواء التي تضرف في وجهي كانت مختلفة بدأت من حينها أحاول أن أتلذذ بكل لحظة في كل صلاة بكل لحظة في كل ذكر بكل لحظة في كل ابتسامة في ذلك المهار شخص بكل لحظة في إحسان اكتشفت أن الإنسان لا معنى له ولا وجود بدون وجود الله سبحانه وتعالى في حياته بلا شك اختلفت منها حياتي وصلت لتوجه آخر كنت أمشي في طريق غي واكتشفت بعد رسالة الله سبحانه وتعالى هذه أني اكتشفت طريق آخر وأن الطريق هذا هو طريق النور الله سبحانه وتعالى لما يذكر لك آية الكرسي ليش هي أعظم آية في القرآن يعني أنا أتكلم عن أعظم آية في القرآن يعني لا يوجد آية أعظم من هذه الآية ليش؟ ليش؟ آية الكرسي تفصل تعريف مختصر جداً عن الله سبحانه وتعالى من هو الله؟ الله لا إله إلا هو نفي وإثبات الحي صفة الحياة ممكن أن يعبد شخص في هذه الكرة الأرضية يملك سفة الحياة ممكن الحي القيوم الذي يقوم بشؤون العباد ممكن أن نجد مخلوق حي ويستطيع أن يقوم بشؤون العباد ممكن هذا أمر والد الأمر الإعجازي هذه الآية لا تأخذه سنة ولا نوم ما في أي مخلوق لا يمكن هذا تعريف الإله له ما في السماوات شف العظمة وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه عزة ملك يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم مستقبلهم وماضيهم وحاضرهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه أنا وأنت لا نستطيع أن نعلم ما في الغيب ما في الغيب بعلم الله سبحانه وتعالى إلا بالأشياء الذي يشاءها الله سبحانه وتعالى أن نعلمها محدودية الأنسان ولا يؤوده حفظهما يعني ولا يعجزه حفظهما نقول له وسع كرسي والسماوات والأرض وسع كرسي والسماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وسع كرسي والسماوات والأرض هل أنا هل أنت هل أي كائم في هذا الكون يستطيع أن يتخيل سعة هذا الكرسي لا يمكن العقل البشري العقل محدود جدا العقل يحكم الأشياء اللي شاهدها فقط أصغر بكثير من أن يتخيل أشياء بهذا العظم وسع كرسيه والسماوات والأرض الكرسي إيش الكرسي موضع قدم الرحمن نصل لمرحلة من تمجيد الله سبحانه وتعالى اللي يستحق منه كل لحظة حب كل لحظة عبادة ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم معنى العبادة معنى عظيم العبادة هي أن تحب 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 حتى تعبد حتى تخضع يعني أي أمر صادر من المعبود تم هذه هي العبادة تصل لمرحلة من التلذذ في الدين غير عادي وكل ما تلذذت بالدين كل ما وجدك الله سبحانه وتعالى قريب منه كل ما أعانك الله سبحانه وتعالى على عبادته إياك نعبد وإياك نستعين لن تعبد الله إلا إذا أعانك الله العلاقة مع الله علاقة عزيزة جدا عزيزة عزيزة ومتينة حبل ممدود من السماء إلى الأرض إليك أنت أيها الإنسان تفاصيل صغيرة موجهة نظرنا لكنها عظيمة جدا في تواصل حياتنا الآية اللي بعد آية الكرسي لا إكراها في الدين قد تبين الرشد من الغيب بعد هذا كله لا يمكنك أن تشكك وإن شككت فلا إكراها في الدين وآية وراء آية تعلمك توسع مدارك الفهم عندك تفهمك تقربك من الله سبحانه وتعالى عن آثار القرآن أحدثك يا الله شيء عظيم والله شيء عظيم يعني طبيعة أي إنسان يتلذذ ويخشع ويستشعر أحيانا هذه المعاني لكن الإيمان يزيد وينقص يزيد وينقص فعلا تمر أحيانا ظروف الواحد يبتعد ثم يرجع ثم يبتعد ثم يرجع لكن أحيانا يعني في أشياء ترغب بالرجوع أبواك تعطيني باختصار المراغبات للرجوع التوبة وأن الإنسان كيف يبقى لفترة طويلة مع الله أسوأ جل دخلوا أحد من الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إذا جلسنا معك نجد وكأننا نحلق شعور إيمان غير عادي وما أن نرجع إلى بيوتنا نفقد هذا الإيمان اللي كنا فيه كله ونعود إلى ما كنا عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة الإنسان زي ما قلت يتقلب بين إيمان وفتور بين ذنب ومعصية ثم توبة الله سبحانه وتعالى حطلنا خط رجعة خط الرجعة هذا هو خط التوبة تجاوز حد التوبة أو تجاهل هذا الحد يوصل الإنسان إلى مرحلة من في آية في سورة الحديد الله سبحانه وتعالى يقول ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرّتكم الأمان وغرّتكم الأمان حتى جاء أمر الله شاهدوا المراحل عشان ما تصل لهذه المراحل لأنها مراحل خطيرة الله وضع لك خط التوبة وخط التوبة هو باب مفتوح بين العبد وبين ربه مدى الحياة مفتوح لا يطرق حتى يفتح هو مفتوح مجرد إقبالك على هذا الباب تجد أن الله سبحانه وتعالى يفرح في عودتك مهما بلغت من البعد والمعصية والذنب مهما بلغت تجد أن الله ينتظرك أبن القيم شبه تشبيه بليغ وعظيم جدا بقول لك باللهجة العامية يقول أبن القيم شبه من أعظم العلماء اللي كتبوان أتعلم منه يقول رحمة الله بالعبد مشابهة لرحمة وهي غير مشابهة فعليا ولكن أشبهها برحمة الأم بطفلها إذا أذنب الإنسان وابتعد عن الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يتركها لنفسها أحيانا وأحيانا يعيدها إليه الأم أحيانا تغضب على طفلها فيخرج الطفل غاضبة من منزله شاهدت تشبيه؟ رسم قصة جميلة جدا فيخرج الطفل يخرج من منزله لا يجد مأوان يؤوي ماهي ما يحصل مكان أمه طردت تهم البيت أو هو خرج برغبته ما حصل مكان يروح له أمه غلقت الباب رجع ما حصل مكان توسط اعتبات الباب يبكي حتى نام ثم استيقظ وهو يبكي فتحت أمه الباب واخذت طفلها وضمت من لك غيري يا بني أتهجرني من لك غيري يا بني هذه الأم بطفلها ولله أرحم من هذه الأم بولدها لله رحمات في هذا الخلق الله خلقنا ووجدنا في هذه الحياة ويعلم ما نواجه في هذه الدنيا وخلق الإنسان الضحيفة يعلم الله سبحانه وتعالى تكويننا أوجدنا هذه الأبواب من الرحمة والله سبحانه وتعالى بجانبنا دائما ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وإذا سألك عبادي عني فإني قري في شرط أجيبوا دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون آية وراءة تخبرك أن الله سبحانه وتعالى معك في كل اللحظات والله معكم ولي يتركم أعمالكم الله يجعلنا من الراشدين يا رب اللهم أمين شكرا لك إبراهيم ما يسعدك يعني كلام الله جميل وقيم الله يسعدك يحمل رسالة تمنى أنه يعني هذا الكلام يصنع أثر يا رب يا كني نعم شكرا لك يا حبيبي شكرا لك أنتك شكرا لكم كذلك ودائما نقول شباب نقيم شكرا لكم